أولاً طبعاً المنتخبات الجزء القمر وكينيا وتوجو مش مصنفة بشكل كبير لكن دي مشكلتنا إن احنا تملك مع عدم التصنيف الأمور بتصعب بشكل كبير جداً منتخبنا يعني تملك بيتعطل مع الفرقة دي بشكل كبير نتيجة إحساسنا إن يعني مش هي دي الفرقة اللي طبعاً اللي لها بقى كبير أو لها أسماء زي ناجيريا وزي غانا أو زي الكاميرون مع الفرقة الكبيرة دي بتبصت لقي منتخبنا بيقد بشكل كبير جداً التركيز بيزيد الأداء النتائج وأنا ينفع كابتن مارا أشوف المنتخب بيقدم عروض أهل من العروض اللي بتقدمها الأندية يعني منتخب مصر بالقماشة الكبيرة جداً لعبة الأهلي ولعبة الزمالك ولعبة الإسماعيلي وبرامد وغيرها وغيرها والمحترفين كمان معهم اللي ما شاء الله فأندية تقيلة نحن نكلم على خمسة بس في الدورة الإنجليزية ينفع أحس أن المنتخب بيقدم كورة أو بيقدم عروض أقل من الكورة اللي بيقدمها نادي الأهلي أو نادي الزمالك لا أكيد منتخب دي أعلى حاجة يعني دي أعلى محطة بالنسبة للكورة المصرية عايز أقولك من بعد كاس العالم يحمد حصل حصل الضروب ده يعني الحالة النفسية اللي كانت عليها اللعيبة الإخفاق اللي حصل كاس العالم ولا خروج من كاس أفريقيا هنا كاس العالم وبعدين يلي أفريقيا بالزبط تغيير الأجهزة الفنية على اللعبين برضك يمكن كان لها دور مؤثر بشكل كبير زي أقولك الحالة النفسية والدوافع اللي كانت عند منتخب مصر بعد كاس العالم وبعد كاس أفريقيا ما كانتش الحالة اللي احنا كانت نتمنها من لعبتنا في المثابتين دول بالذات لكن طبعا مباراة يعني غزر الأمر وكينيا ما كانتش برضك بالمستوى اللي لسه إحنا وصلنا له عايز أقولك أن كانت الظروف بقى طبعا الدنيا كانت وقفة والمنتخب ما كانش خاد الإعداد الأمثل بنسباله طبعا تحت قيادة الكابتن حسام البدري الكابتن حسام البدري من المدربين اللي عندهم خبرة كبيرة جدا في المحطات إذا كان داخل مصر مع النادي الأهلي أو خارج مصر مع المحطات اللي يشتغل فيها في ليبيا أو في الدور السوداني فعايز أقولي أن حسام من المدربين وجهازوا الفني طبعا من المدربين الوعدين ومن المدربين عندهم طموح بشكل كبير جدا وحسام مستو أنه تملي بيشتغل عنده في شفافية وعدالة في التوزيع لجميع اللاعبين حتى في الاختيارات اللي هو اختارها حسام اختار جمع بين الخبرات الموجودة في اللاعب المحترفين اللي في خارج مصر على رسول طبعا حجازي وصلاح والنيني ودول من بيستلولنا قوة كبيرة جدا في نفس الوقت يمكن اللي حيساعد منتخبنا خلال هذه الفترة إن شاء الله بالفوز على توجه في المباريتين أداء القرى المصرية من خلال الأهل وزمالك أحمد صراحة نشاف أن مشوار الأهل وزمالك في بتوط أفريقيا ومستوى اللي وصلوا لي يخدم كابتن حسامي على الرغم كابتن مار نحن نتكلم أن الجولتين الأولين اللي بتكلم عليهم دول تلعبهم من سنة فاتت بالزبط نحن نتكلم في نوفمبر 2019 بالزبط السنة الفرق دي تأثر على فكرة حالة الانسجام حالة التناغم على قدرة كابتن حسامي أنه يوصل فكره يحفظ اللعبة طريقة لعبة أو أسلوب لعب في الفترة فترة التوقف الطويلة جداً أو الغيابة الطويل جداً على صفو المنتخي وطني التوقف الأولين ده إحنا ما استفدناش منه بشكل كبير لكن مع مرور بقى كورونا وعودة النشاط مرة تانية فرق بشكل كبير جداً الاستعدادات بتاعت الفرق كل 3-4 أيام جهزت لنا الفرق جهزت لنا اللعبة فالنهاردة كلام بقوله يساعد كابتن حساف في الجوالب التاكتيكية في الجوالب الفنية الجوالب البدنية الجوالب النفسية يعني أنه النهاردة النهاردة معسقل مفتوح يعني احنا كمان كابتن حساف فضل إنه يبقى مفتوح لأنه احنا ما مجيش إلا معس Hogwarts المغلق يعني في عاشت أيام 15 يوم يبدأ المنتخب يستوعب ويبدأ المنتخب يحفظ ويبدأ المنتخب تبدأ تحس بحالته إذا كانت الفنية أو التكتكية لكن النهاردة الدور ساعدنا عودة الدور مرة تانية طبعا بنشكر كل القائمين على عودة الدور وكان ليهم نظرة مستقبلية فنية ودولة لو مرجعش ما كناش دائنا الأهلي والزمالك وبرامد فواصين نهائيات ما كناش هنوصل بثلاث فرق بها هذا المستوى وفي نفس الوقت سيدا ما قلت لحضرتك أن النهاردة نظرة جديدة نظرة مستقبلية نظرة مبشرة للمنتخب مواجهاته الفني الكابت الحسان مواجهات بتشوفها مواجهة صعبة مواجهة سهلة ولا مواجهة متقسطة وهو زي ما قلت أحمد أنت الدولات يبقاش في فرقة يعني بالسهولة أفريقا بتتغير بشكل بير جدا كل سنتين في نسبة قولك التمهر أن توجه أصعب فرقة موجودة معنا في المجموعة بالضبط وهو ده اللي هيخليننا كمان نقابل الصعوبة دي بقى بتركيز بدوافع نحن بيشتغل لما يبقى في مواجهة صعبة لما يبقى في مواجهة سهلة من ريح حقيقة طول أمرين متورصين يعني مش الأجيال دي بس وأجيالنا نفس كلام يعني الأجيال السبعينات والتملينات والنجوم العظام اللي مسلوا منتخب مصر مع الفرقة الكبيرة يحمد بتبان زي ما قلت لك أنا فاكر قلت لك مباراة الوداد قلت لك حيبان بقى الفنان الحمرة حيبان دوافع النادي الأهلي في الموقات الكبيرة بالذات يحصل شاكل الجملة دي شخصية الحقيقة طبعا طبعا فالنهارده نفس الظروب بالنسبة لمنتخبنا القومي طبعا نحيي طبعا الأهلي والزمالك وبنزعلان اللي هم ووصلوا له بنحيي الأجهزة الفنية اللي هي قدرت أنها توصل بالتلات أندية لقمة البطولة الأفريقية وده ده ده طبيعي ده طبيعي المصر وطبيعي للخريطة الرياضية في أفريقيا أن مصر هي رقم واحد فالنهارده الدوري العام خدم الكابتن حسام وجازه الفني بشكل كبير جدا من ناحية متابعتهم لجميع الفرق بصراحة كان فيه تركيز من جميع الجاز الفني أن هم بيتابعوا جميع الفرق اللي موجودة في الدوري العام عشان يقدروا يبقى فيه نوع من الاختيار اللعب المحليين مع اللعب الدوليين فالحمد الله ربعا مني كل الاختيارات اللي الكابتن حسام أختارها تقدر تول فيها عدالة وشفافية في خلال هذه الفترة ويتستحق هؤلاء اللعبين يمثلون مصر في مباراة توجه القادمة لفت نظرك موضوع شرط الكابتن ده يعني الكلام العالمي يشيل شرط الكابتن وهل نمشي بالنظام المعمول بيه بنظام الأقدمية يعني ولا أنه اللعيب اللي عنده القدرة أن يشيل مسؤولية قيادة منتخب مصر ممكن يبقى صلاح بحكم النوم يعني بقى نجمع عالمي وليه بحجمه وليه تأثيره شفت الموضوع ده إزاي وجد نظرك في إيه أنا كنت أتمنى يا أحمد أن أحمد فتحي بموجود قائم من ضمن ده جزء من الكامل بتقول لكابتن مهل أنه فتحي تم استبعاده عشان مشكلة شرط الكابتن عشان مشكلة الموضوع الكابتن أنا كنت أتمنى كابتن حسام وطبعا واتحاد الكورة أنه هم يحلوا المشكلة دي بشكل كبير جدا من العيبة المتوضعة يعني العيبة عندها أخلاق ولعيبة عندها فكر أنا كنت أتمنى أنهما لو هم موكلوا محمد صلاح في عزيز الجزية أن محمد صلاح يتنازل عن شرط الكابتن أحمد فتحي أنا كنت أتمنى أحمد فتحي يبقى موجود مع صلاح لأن أحمد فتحي من ضمن الخبرات اللي بيعتمد عليها بشكل كبير جدا وخصوصا الفترة اللي فاتت أن أحمد ظهر مظهر بصراحة ولا ولا ابن عشرين سنة فكنت أتمنى أن موضوع الكابتنة ده يضحناش يمنضحيش بأحمد فتحي يعني يبقى صلاح وأحمد فتحي وأنا عرف أن الصلاح في الوقت ده كان حيتنازل لأحمد فتحي على حقه في كابتنة منتخب مصر لكن طبعا يعني أنا معرفش الظروف ضرت إزاي أحمد في خلال الفترة ديت لكن أنا حزين طبعا على رحيل أحمد فتحي كنت أتمنى أن أحمد فتحي موجود في صفور منتخب في حسابات قتبتوا جير مفهومة يعني فيه متعلق بالاختيارات استبعاد بعض الأساس